موسيقى زراعة ويزمه سوما الذي بدأ تهنطى نتائجه ويبدأ تسوق فالشكل الذي يصل إلى كل شيء لأن ما سيلاحظه هو اغلب الشاشة ويستطيع تنقل مع ، سوحرة الأرض لغم أنه يحضر إغراءات وإنيذينة جاهد البرنامج المتكامل التربة التي تجعل الفلاح على هذا البرسنتاج الكاربون الذي يخليه في الأرض. هذا البرسنتاج الذي يخليه في الأرض. رأي صعيب الفلاح في ذلك العقلية القديمة تقنعه لكي لا يحرق الأرض دياله. يجعلها بها يشارع لأنه هذا الشيكين لا يشارع. يجعلها بها يشارع. صعيب. أنت قد تقول له أن تكتمل الفرير في القطار. قد تعطيه لانجري فابور. يعني كين هذا البرامج هي متكاملة. تتكمل المتمير بهذه هذه المناسبات. نشكره هذه المتدخلين. كلهم نقدم لهم الشغر. لا شركة فيرتيكا كل عام تتدير يعني برامج كتعيط لنا كان نحضره. لا هذا الجمعية التي جدت هذه التربة. لا المتمير يعني كلهم يعني كي قدموا لنا المساعدة. المشكلة انا قلت لك فين وهو في التواصل. يعني قلتهم ينزلوا عند الناس للتيران. باش الناس يحاولوا يدخلوا هذه الفكرة في ناس. لأن مثلا هذه المشكلة ديال هاد لازوت. ما شكلك يخلصوا الشركة الملوثة. هاد الشركة الملوثة هي هي كتدي قاجينا واحد لغاز في الاتموسفير. وبالتالي كتشرك ذلك طبقة الأوزون. ليسا اللي كتحمينا احنا يا. وكتعطي رتفاع درجة الحرارة في الكون. هي لكتعطي هاد حتباس الحراري. هو اللي تعطي هذه الزيكيليب الاتموسفيري كامل لبعض الفيضانات وهذا الشيء. وهذه المشاكل كل هل تنعيشوها. هاد الشركة الدبا ولا تتخلص. كتتخلص. اه. كتتخلص. دبعا مثلا نتمنى لفريال باش تخلي انت الكاربون. لان الكاربون كيمتص هاداك التلويت اللي كيديروهوما. مو بحل لبا بحل لا يشتريوا منك التلويت. انا تنديل التلويت بحل ذا خمسين في المئة. اشتري ذاك خمسين في المئة معاد الشيء واحد اللي يخلي الكاربون باش يحيط لي ذاك. باش يلقص لذاك التلويت اللي يدريتنا كالشركة. ولكن هاد الشيء. خصوا عن تيرميديار. هادوك انتباه لكم. انا تقول لا يستطيع ان تنسى الناس من انتباه الله. انا انا سنتك. انظر الله انه سبباك الله اعطى. يجب انها هادوك. انا ما هي المشكلة لكي انه يربح مئة وخمسين فرانك. باقي بفلوس. او انه يدير ربع مئة درهم هذا الخلال الأرض وهكاك. اولا ما يحرط غير ربح عشر آلف للحرط. اولا ما يحرط يحرط بحضاش للآلف. حضاش للآلف وزيدت منها لبش حد تسعتاش للآلف. غير ربح مثلا في الانتاج. ما يحرط الالف وخمسمائة يربحها. هاو يتشجيع منك انتا غير باش تمشي هذا غي هو. هاد الشي ما غير يمكنش يدار بريطالما يعني خصوه بروغريسيف. يبقى في هاد البرنامج. هاد السنة يستقطب واحد في المئة. السنة الثانية يجوش في المئة. ما يخرج لان العقلية قديمة. وكي تسقط عليها افكار اللي هي عالمية. ربع مشكل. دابا كاين في الدول الاوروبية وصلوا مثلا لهذه القضية دي لانتا سقطت قلت. بسل كتب تسقط فيها 400. ولا تسقط فيها غير مياه. 150 ميلا متر. ولو كي صنعوا دي برودوي. يا كي برودوي. هادك برودوي كيرتشوف الارض. المال تحت لك عشر ميليميات في الارض. ستبقى. ستبقى تسعين يوم. شد الارض للطوبة دي لان هذا البرودوي. هذا البرودوي سيساهم في يخلي الارض. شوف الناس في نوصلت في كندا. يعني انتمنى وحنا بحال هذه الأمثلة. هذه التقنية دي لانتا سيضخ لها. لانتا سنعرفه. بسبب هذا الشي اللي قلت لكنا بها الشركات الملوثة. نحن وصلنا لها القلات تسقطت. مثل اخيانا للناس المسؤولين. يمكن مكان الولايات في ذلك المسؤولين. يستمروا. لا يقنطوش. وذلك الشي اللي قلت لها الابوليسيون صفة بروغرسيف. هذا العام يستقطب شوية وعام جايب شوية. ويحاولون نزلوا عد الفلاح للتيران. للارض. يمشيوا الدواور. يمشيوا الجوامع. يمشيوا العد الفلاح. لأن الفلاح. السود الكنساء اللي قلت في الدكانة. وذلك الشي عادة جيت تشرح له عدو ذو فكرة. قاعمة امنة. خادة بولده هنا تصنطوا بشي يشرح له. هاتي يقول له هاتي سحر وقلين. سحنا مع هارتوش الارض. هذه العقلية. يعني مشكلة في التواصل. اما البرامج. هي برامج قيمة. والناس اللي سهرين لها ناس مزيانين. وهذه المناسبة تقدمه الشكر. تقدمه الشكر للغرفة الفلاحية شخص سيمسطافا لأنه الميسوري لأنه تو اعطى اعطى احد دفعة قوية كابل المنطقة وكواحد من الشباب المنطقة اللي سنفتحروا به. وكل المتدخلين لشركة في التماء للمتمير لهذا الاخر. وتنشكر الجميع وشكرا. السلام عليكم. هاد اليوم هذا. ومن الايام اللقاءات سواصلوا اللي تتنظمهم عدة مؤسسات لمنهم الغرفة الفلاحية ديالجية فاسم كناس. من اجل توعية ديالفلاح بالمنطقة عامة. وبقرية ابو محمد خاصة. تنشكر كل مؤسسات الساهرة على تنظيم هاد اليقاءات التواصلية لتتهدف بدرجة الاولى الى التنمية الفلاحية بالمنطقة. طرق يعني تقنيات حديثة اللي دائما تتصب نحو انتاج افضل وفلاحة افضل بالمنطقة. وتنشكر هذه المناسبة السيد رئيس الغرفة الفلاحية على الساهرة دياله والتفاني دياله من اجل تنظيم هاد اليقاءات التواصلية ديالفلاحة مع ناس الاختصاص لمنهم مهندسين وخبراء للصعيد ديالوطن وخارج الوطن. شكرا الجميع وشكرا الفلاحة وتنسمنوا اننا نستمروا في هذه المناجية دي من اجل تحقيق الافضل للمنطقة ديالنا على الصعيد الفلاحي. السلام عليكم. شكرا على المشاهدة. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك. اشتركوا في القناة